ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا للفقرة الطبية فبعض الشكاوة اللي بقت مشتركة بين شريحة كبيرة من الناس زي بحس التعب بحس بخمون مستمر من غير مأبذل أي مجهود أو لما بقوم من مكاني بلاقي فجأة الدنيا سودت في وشي مش عندي طاقة مثلا أبذل أي مجهود بدني كتير كتير من الشكاوة دي اللي بقينا بنسمعها كتير وسواء مننا إحنا من ناس نعرفها كمان طب إيه يطر السبب وهل السبب ممكن يكون إصابة بمرض معين لقدر الله ولا ممكن يكون سببه طريقة ونظام أكلنا ولا سببه نقص فيتامينات معينة في الجسم فإجابة السؤال ده هنعرفه إن شاء الله مع ضفتي المشرفاني ومنوراني دكتور دين أبو السعود المستشار طبي لشركة بايو ناترل بنوراني يا دندنتي بنورك يا عزيزي بجد والله حياة قلبي عملا إيه الحمد لله كل حل يا رب دايما حيتي ربنا يسعد كل أوقاتك والله حبيب تتسلمي النهاردة يعني الموضوع فعلا مع اختلاف الأعمار حقيقي والله ويمكن اللي هركز عليه أكتر أنه الأعمار الصغير الولاد الصغيرين اللي هما لسه ابتدأ يعني من 9 سنين و10 سنين و11 فيما فوق بيبدأوا يشتكوا يقولك صداع أنا تعبان أنا همدان إيه يا ابني أنت ما عملتش حاجة أو أنت عملتش حاجة يعني للاعب ولا جري ولا يعني يعني يصد ما بزلش مجهود بس يقولك حاسس أن همدان كده ومش قادر أعمل حاجة فهل ممكن فعلا في سن الصغير ده يبقى عنده مشاكل ونقص فيتامينات حتى لو بيأكل أكل كويس؟ طبعا ممكن في السن ده بنشوف الشكاوي دي كتير جدا عظيمة بدأت ظاهرة جديدة أو غريبة يعني بيبقى من سوق التغذية؟ ده رقم واحد سوق التغذية والشباب صعب أن كنت يتحبي بيهم في أكلات صحية أعتقد طول الوقت هم بنزلين هنا 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 وبيستسهلوا محل كله مقالي والحاجات الغير الصحية والدهون النباتية والحركات وحاجات دي كمية السكريات اللي عمال على بطال الناس فاكرة أن السكر ده بيدي طاقة بيدي طاقة فترة معينة يعني لو سكر كتير جدا بديني طاقة لفترة معينة وبعد كده بديني كومبليكيشنز كتير قاول بيدي خمول بعد كده كثرة المشروبات الغزية مش الأكثار منها طول وقت والعصاير اللي كلها سكر سكر آه ولاش فايدة يا ريت حتى عصاير طبيعية بالزبط بالزبط لأ أنا أبنصح جدا بالعصاير الطبيعية جدا وصعب أن الأمة تعرف تموني توازني حاببتي برده كتير عليها برده طبعا طبعا هي مهامها كبيرة جدا يعني فبيبقى مين لي سوق تغذية ومين لي نقص الفيتاميناتهم معايدا أصلا ولد عنده 13-14 سنة مكسل يعمل أي حاجة ده في سن نشاطه أصلا ده عزه أصلا صحيح ده عز النشاط أيوة فلازم نهتم جدا بأكلنا وبطريقة أكلنا وما ينفعش كمان اللايف ستايل أولا لازم شرب المية يبقى كتير جدا يعني ما ينفعش يبقى قل من الكرين ونصف اليوم مية ما ينفعش بأي حال من الأحوال لأن المية لو قلت هتعملي ديهايدريشن هتعملي جفاف والجفاف بيعملي كمبليكيشنز كتير جدا منها الخمول والكسل والصداع سعادة بالله يدينا خيلي بيقصابوا نقص المية برطا نقص المية ونقص الحديد تمان وبتلاقي مثلا عندهم بعض الناس عندهم ضربات قلب عالية وصعوبة في التنفس وما بيبقاش نتيجة مرض معين بيبقى نتيجة نقص فيتامينات ممعدن ونقص حديد طبعا نقص الحديد ده مشكلة على فترة جدا لأن الحديد هو المسؤول عن والهموجوبين مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئة للخلايا ايوه فتول الوقت اه وساعاتي جنة كده فعلا احساس الواحد مخنوق مش قدر ياخد نفسه صحيح والتمثيل الغذائي التمثيل الغذائي اللي هو سرعة الحرق وسرعة الأيد بنواجه فيها مشكلة كبيرة نتيجة نقص فيتامينات بيه فيتامينات بيه دعم جدا للتمثيل الغذائي هنلاقي فيتامينات بيه فين الكاملة يعني عقلة فيتامينات بيه الكاملة هنلاقيها فين لأنه بيقولولي ايه في مالتي فيتامينات بيه كثير بس موجود فيه فيتامينات بيه واحد وثلاثة حجاب معينة بيقولهم المنتج اعتقد الوحيدي الملم بمجموعة فيتامينات بيه الكاملة هو البي مالتي فيت اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي ده الملم بمجموعة فيتامينات بيه الكاملة لدعما جدا لسرعة الأيد سرعة الحل ودعما جدا لسرعة التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم لا نحتاجه للنشاطات اللي نعرفينها أيね الحرقة والنشاط البدن نحن لدينا طاقات خفية محتاجة تمثيل غذائية التنفس أو طاقة نقل الفضلات والثموم في الجسم Same محتاجين فيها تمثيل غذائي طاقة. عملية الهضم. العملية دي مركبة جدا. عملية الهضم والأكل اللي بيخش من البقء وينزل على المريء وينزل على المعدة ويحصل هدم للأكل ويحصل امتصاص في الأمعاء والمايكروبيون البكتيريا النافعة. كل الحاجات دي محتاجة طاقة محتاجة فيتامين با. عندك كمان نقل الهرمونات. في الهرمونات يعني هيحصل رهيبة. لو حصل في الهرمونات بتاعتي. طيب الهرمونات دي بتتنقل عن طريق الغدد لمستقبلتها في الخلايا محتاجة طاقة. نقل الخلايا المناعية وهجوم البكتيريا والفيروسات اللي موجودة اون اير. ومحتاجين الخلايا المناعية محتاجة طاقة عشان تحارب اي جسم غريب يخش على الجسم. فازاي نقدر نعل جدا التمثيل الغذائي والطاقات اللي احنا قلنا عليها. بقالب مولتي فيت الداعم القوي لفيتامين به الكاملة هو ده اللي بيميز قلب مولتي فيت عن كل المالتي فيتامين الموجودة داعم جدا لفيتامين به لأنه بيحتوي على فيتامين به الكاملة الأعلى في تركيز الزنك. الزنك اوه. لأن الزنك انا عندي داخل قلب مولتي فيت 23.9 ميلي جرام يعني حgram 14 ميلي جرام. صعب جدا تلاقي التركيز ده في اي مولتي فيتامين تاني. الطب الزنك مهيم الزنك مهم جدا. لكل الطاقات العمليات الحيوية في الجسم لأي خلاية تتجدد عندي في الجسم خلاية الدم عندي تتجدد محتاجة طاقة العظم هدمه بناء محتاجين طاقة خلايا الشعر الشعر نفسه بيقعوا بيرجع بصيلة الشعر بتندك شعر تاني ومحتاجين زنك عندك أي خلاية ت costing دوافر نفسها أي خلاية تتجدد محتاجها زنك الزنك مهم جدا للعمليات الحيوية ومهم جداً للمناعة المناعة ما بقى الشيء ترفيه دلوقتي عظيمة ما تعرضنا لفترات كانت صعبة ولدينا نعرف قيمتها دلوقتي بقينا نعرف قيمتها لكن المناعة دي لازم كنا حتى من قبل الفترات الصعبة والفيروسات اللي انتشرت دلوقتي لازم طول وقت ندعم مناعتي والمناعة مش باتكلم بقى على الفيروسات احنا عندنا دلوقتي كل شوية حاجة بتطلع الفطريات الفطر الاسود الفطر قاتل لو اي حد مناعته قليلة هيتمكن منه الفطر الاسود احنا عايشين جسمنا فيه فطريات احياناً بيقولولك التانية لما بتظهر نتيجة نقص المناعة لان جسمي عليه فطريات لكن المناعة بتاعته طول ما هي عالية الفطر لا يتمكن منها عندك كمان سمعنا عن الجدري القلود يعني كل شوية حاجة جديدة فلازم طول الوقت اقوي مناعتي وبقول لكل الناس اللي بتفرج علينا المناعة هو جشنا هو خط الدفاع الاول لمحاربة اي حاجة غريبة في جسمي قلب مولتي بيت من اقوى المكملات الغذائية الداعمة للمناعة اللي احتواءه على فيتامين سي والاحتواءه على الزنك الاتنين دول اقوى حاجات تقدر تدعملي الخلايا المناعية بتاعتي وتدعملي المناعة قلب مولتي بيت مميزاته دعم جداً للمناعة دعم في التمثيل الغذائي زي ما انا قلت والطاقة طبعاً والنشاط وداعم لصحة الشعر والدوافر وداعم لصحة عظامي الاحتواءه على كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام مهم جداً لصحة عظامي البعض يتمنزل فيه طبعاً الفوليك أسد طبعاً مهم جداً كمان للست الحامل القبل ما ويا بتخطط لسه عايزة تحمل الدكتورة على طول قولها ابدأي من النهاردة فوليك أسد حتى لو انتي لسه محملتيش الفوليك أسد داعم لتكوين الخلايا العصبية للجنين وعدم وبيدعم جداً عدم تشوه الأجنة فمهم قوي انها تمشي على فوليك أسد عندي زي ما انا شايف على الشاشة دلوقتي الزينك وأسدو الكابر النحاس ويا ريت نصور شكل العالب احنا موجودين في سلسلة السيداليات معروفة جداً موجودة في كل محافظات مصر ما عنديش بديل لقلب مالتي فيت الدكتور السيدالي أو الدكتورة السيدالينية اللي ما عندهاش قلب مالتي فيت في الستور بتاحها أو الدكتور السيدالي نقدر نوفره عن طريق الشركة المتحدة للسيادلة وقود السيادلة دا مش خود لا يا جماعة ما تتكلموش عن رقم ده الجمهور ما يتكلمش عن رقم ده الجمهور يتكلموا على الأرقام اللي ظهر على شاشة تحت أيها الكود دا دا للسيادلة فقط بيكلموا الشركة المتحدة للسيادلة بيقدر يوفروا القلب مالتي فيت داخل أي سيدالية عندهم دا لو في حالة حضراتكم لو رحتوا للسيدالية وملقتوش القلب مالتي فيت موجود فهو يقدر يطلبوا الدكتور بتاع السيدالية بالزبط فطريقة الحصول على قلب مالتي فيت هنصور لعلبة ما عنديش بديل طريقة الحصول سهلة جدا سواء من السيدالية من السيدالية وطبعا بطمن الناس كلها أنه واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذائق لو مش واخد يدينا مش هينزل السيدالية مش هينزل السيدالية طبعا والناس بتستسهل بتقول لك أنا لسه بقى مش هنزل السيدالية بقول لهم عندكم أرقام شركة بايو ناتشرل نقدر نتكلم عن هريق الرقم بنوصل لحد باب البيت كويس وعندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرل دي الشركة المنتجة لقلب مالتي بيت هيا طيب أنا دلوقتي بقى هسأل خلاص احنا وضحنا فكرة الدوام المكمل الغذائي وانه ده مهم وأهميته في ايه طيب احنا تكلمنا كمان عن الرعاديين وسيدات الحوامل والمرضعات الرعاديين مهم جدا هم يدعموا بحاجات تانية اكتر بس هو لو اخدوه هو تمام هم يدعموا ببروتينات كمان اقوى عشان هم يحتاجوا هاي بروتين اه هاي بروتين اكيد طول الوقت لكن بنسبة للفيتامين هم محتاجين جدا ألف مالتي بيت لانهما مش محتاجين بروتين بس هم محتاجين بروتين ودهون واميجا اوميجا دهون صحية بروتين اوميجا ولازم يبدأوا يستخدموا ألف مالتي بيت لانهما محتاجين كالسيوم عشان عضمهم محتاجين فيتامين بي عشان قوة أعصابهم بس هنا بقى بي كومبلكس كلها معهودة بي تولف ده مهم ليهم قوي البي تولف مهم لأي حد البي تولف هو المسؤول عن تحوين قرات الدم الحمرة طول الوقت لازم اقول ان الدم مهم جدا الدم هو وسيلة الحياة طبعا لازم ندعم صحة دمنا الدم الكوبالمين هو اللي بنتج لي قرات الدم الحمرة فيبقى داعم جدا كان هو يعمل وقاية بشكل ما من الأنميا طبعا الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء ما بنقطرش عن قرص واحد في اليوم بقرص واحد أنا باخد 13 فيتامين ومعدن أنا محتاجاهم دي لي كل يوم عشان كده بقول ألف مالتي بيت مش باخد شهر ووقفه أخد شهرين ووقفه شهر ومفيش فيه ضرر لو كمل تعليله أنه النسب اللي فيه ما تأزينيش أبدا معقولة جدا لا تأزيني إطلاقا وكمان الفيتامينات والمعدن اللي فيه وترصالي بالقابلة اللي زوابان في الماء فمش هيحظل تخزين لو زاد النسبة أن يخش يتخزن في الخلايا ما فيش كلام ده هو الزيادة منه بينزل عن طريق البول لكن بطمن الناس أنه مش هيحصل زيادة لأن النسب اللي فيه أقل سنة من الإحتياج المطلوب عشان أنا بقول ندعم بالأكل الصحي وبقول ليه أقل سنة صغيرة من الإحتياج المطلوب عشان ما حملش على الكيلة فتعامل على ألف مالتي فيت دراسات قوية جدا أن تلعى منتج محترم زي ده وأكتر حاجة بحبها يا عظيمة الفيدباك وأكتر حاجة بحسب مردود الناس وهذا اللي بيعرف إذا كان الحاجة ده كويسة أو لا طبعا والحاجات اللي بتبسطني جدا نجاح المنتج نجاح المنتج من الري أوردر نجاح المنتج مش الناس بس تطلبه الناس اللي طلبته بتطلبه تاني بتطلبه تاني تستمر علي ده نجاح ألف مالتي فيت الحقيقة طيب خليني يقول هنا فيه برضو من ضمن الحاجات للأسئلة المهمة يا ناس بتعمل عمليات السمنة والتكمين ده وأنا دخل على عمليات التكميم هحتاج فعلا فيتامينات بعدها على طول زي ما بيتقالوا الفترة قد إيه برضو الفترة بشرف الناس دي ربطاها بفترة برضو برشح جدا أي حدا هيا من عمليات السمنة سواء التكميم أو تحويل مصارع هو مش أنا اللي بقول للدكتور المختص واللي بيعالج على طول بيكتبوا على فيتامينات ومعادن طبعا لأن انت بتصغر حجم المعدة فنسبة الأكل بتبقى أقل ثلاثة ربع صحيح نسبة الفيتامين زي الحاجات اللي دخلت أقلت طبعا جدا فباخد ألبا مالتي فيت حتى من قبل العمليات عشان أعمل توازن للفتامينات والمعادن مش ما ينفعش إن أنا أدخل العملية دي وأخس وألاقي طول الوقت ما عنديش طاقة ومعنديش مناعة وشعر بيقع ووش شاحب وهلات سودة ومش قادرة لازم أخس بصحة فقالب مالتي فيت بدعم جدا الست أوراج هيعملوا عمليات السمنة إن هما يستخدموا على طول ومش وقفو يعني مش مسلا هنستخدموا طبق دقيق كم شهر لأ أنتوا تستخدموا لايف باي إسا بقى ده سؤال تاني هم بستي كمان جاي أنا من فترة باخده بس أماشي علي بس هل ممكن يحصل مضعفات لو أنا بطلته أو ليه أضرار لو أنا يعني وقفت يحصل لي أضرار هو مش أضرار بس هيحصل إيه هيرجع الكسل لا هو فكر إنه ممكن يضر جسمانين من قدر الله من البعيط من يعني ما لوش أي أضرار لكن لكن جسم هينقص وحاجات تانية حاجات تانية بعد فترة دي أضرار إن أنا جسم ينقص منه فيتامينات ده أنا بضر نفسي وبضر صحتي الفيتامينات هي البنزين بتاع الجسم هي الطاقة بتاعت الجسم وفيتامين بي مهم جدا فيتامين بي لأن فيتامين بي هو اللي بقدر يحولي الأكل اللي باكله إلى طاقة سواء سكريات نقال لسكريات برضو سواء سكريات أو كاربوهايدريت أو حتى بروتين فمهم جدا إن أنا أعرف إزاي أن أنا أستعيد نشاطي لا طبعا لو الفيتامينات قلت في الجسم هيحصل لي أضرار أكيد والتعب والخمول ده أولهم الإجهاد الإحساسي الغريب ده خمول الشعر هيقع ضغفر بتتكسر الصحة النفسية من أقل لمجهود كمان بتعب ما فيش قادر أعمل مجهود بالزبط بالزبط واكتئاب مش اكتئاب يعني نفسي مش حلو مودي وحش حاجة اسمها مودي سوينجز مودي سوينجز اللي هو أنا حاسة نحن صحي النهاردة منهم مش مبسوطة بس أنا مش عارفة مالي ما فيش مشكلة عندي تخليني مش مبسوطة لكن بيبقى السبب نقص فيتاميناتهم معادن طبعا وأثناء الدورة الشهرية بقول للسيدة والبنت مهم جدا كمان محتاجين دعم في الأول عشان الدنيا تبقى منتظمة معهم يعني البنات الحديث البلوغ مش بس الولاد البنات الصغيرين علشان بيبقوا محتاجين دعم لصحتهم يبدأوا ينظموا دورتهم الشهرية وتبدأ الدنيا تبقى كويسة في جسمهم طبعا مهم جدا وأثناء الدورة الشهرية أستخدموا عشان أعوض بنات كتير بيفقدوا دم كتير جدا فأعوض بالكوبالامين وأعوض صحة النفس الفوليك أسد مهم لهم جدا لأن انت عافق وقت الدورة الشهرية بيحصل لنا موت سوينج رهيب يعني تغيير الهرمون الفوليك أسد يعني إحنا في حياتنا يمكن بيتلخص فترة الحملة أو مقابل مش عارفة ليه بعد كده كأنه مش موجود في الحلالية مهم جدا لأعصابي للصحة النفسية انت عارفة أحيانا الستات اللي بتخلف بيجي لها اكتئاب مع بعض الولادة كتير بيعانوا من ده لازم تدعم صحتها نفسية بالفوليك أسد والله لازم فوليك أسد مهم جدا جدا طبعا الـ13 فيتامين وعنصر داخل قرص واحد من ألف ومتبه ونسبهم كويسة والأعلى في الزن كده مهم لحنا كودة بناخده لواحده احنا دتي بناخده كل يوم وإحنا متأمنين وتمام ومبسوطين وإيه وقرص واحد كمان ليه لأنه داخل نحاس يعني مش حلو ان انا تركيز عالي في الزنك ومش حط نحاس طمام الاثنين لازم الاثنين لازم مع بعض وعندي كالسيام الستات كلها بتحتاج كالسيام على فكرة على النسبة عارفة قليل ومبائم خيره من كثير المقاطع يعني أنا أمشي على حاجة ثابتة وأمشي عليها الفترة تديني قرص واحد وابقاش محتاجة مئة علب الدواء أخذ منها أنا هنسى أكيد صح فدي حاجة هيلة يعني قلب مولتيفيت بيتاخد قرص واحد بس في اليوم هو لا يتعارض مع أي دواء أي أن كان يعني يقول لي طيب أنا عندي ضغط أنا عندي سكر أنا عندي كوليسترول عالي أنا عندي أنا عندي أمان أمان جدا مع أي دواء بيتاخد من رشدة الطبيب المختص هيل طيب أنا هاخد بس في سؤال كده من أسئلة المشاهدين وابن قال عشان وزنها كبير والدكتور قال بعد العملية وهي مش بتعاني من أي حاجة بس هتحتاج تاخد فيتامينات هل مناسب بيها وهي ممكن تكون من أصحاب الأمراض المزمنة مناسب لها جدا طبعا مناسب لها جدا هتاخد قرص واحد بس في اليوم سواء بعد الفطار بساعة أو ساعة الرابع على كوباية مياه كبيرة أو بعد الغداء مناسب لها جدا طيب بصي سؤال ده سلمة مهران سلمة انتي بتسألتو لي أنا من شرم الشيخ كنت عاوزة أنا ممكن أجيب وأجيلك يا سلمة على فكرة شرم الشيخ أنا هجيلك لو شرم الشيخ أنا هجيلك يا سلمة بتقول أنا ممكن أعرف ألاقي فين ألب مالتي فيت عندنا احنا موجودين في سلسلة السيداليات معروفة موفرة ألب مالتي فيت في شرم الشيخ الغرداء ساحل شمالي أي حد التصليف الأرقاب اللي موجودة يا إما السيداليات يا إما هتقول لك لا أنا مش عايز أروح سايبلية كلمين عن طريق الرقم بنوصل لحد غرداء ومنوصل لحد شرم الشيخ ومنوصل لحد خط السعيد كله هاي الممتاز طيب بتقول بقى فاتن علي كنت عاوزة ألب مالتي فيت هل الكرات تختلف لو شخصة مريض ضغط ألب مالتي فيت لا الكرات لا تختلف هو أصل هو مفهوش مادة فعالة يعني هو فيتامينات هو مكمل غزايا ولا يتعرض مع أي دوة بتاخده لتنظيم الضغط بتاعها هو أرث واحد كفاية أو بعد الفطار بساعة أو بعد الغداء بساعة مشكوري كيدا نونة بجد والله نورتيني وشرفتيني واسمحوا لي أصدقائنا أشكر أو أنا حدارك الحسن المتابعة وأشكر ضفتي اللي شرفتني نورتني نهارده في الستوديو دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر نورتيني وشرفتيني ومرسي على إجاباتك على أسئلة بصي كل مرة الأسئلة بتزيد أعرفتك أنا يعني محتاجة أعمل اسكريبت والعصلك منه بعد كده على الوقت سأت أشكر جيدا يا حبيبي تقلبي بشكر شركة بايو ناتشر برضو يعني اهتمامها والدعمها لمنتج مالتي بايتومين بالشكل ده وبالصورة المشرفة دي وكمان على المستوى الاقتصادي هون في متناول الجميع بشكر حلقة شكرا جزيلا حسن المتابعة وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضرتكم من الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم